اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم خدماتي مع فترة الصيف دايما بنسمع وتقرؤ في صفحات الحوادث عن الحراي في المطبخ اشمعنا المطبخ؟ اقول لحضرتك في فترة الصيف بيبقى في ضغط كبير على فكرة المطبخ وفكرة الفياش الكهربائية وفكرة المراوح اللي بتلطف الجو في المطبخ فكرة البعض التلاجة اللي موجود احيانا في المطبخ كل هذه الامور المبرد كل هذه الامور بتمثل ضغط على شبكة الكهرباء فاحيانا بتحصل حراء المطبخ احنا يعني هنا جايين عشان نشرح لحضرتكم ازاي نتفادى حراء المطبخ لان لقدر الله ممكن تكلفنا حياتنا يعني الامر يتخطى الخسارة المادية ويصل الى انه تكلفنا حياتنا عشان كده اي رب تمنزل او ست منزل احد راجل بيدخل المطبخ لازم عليه هو وداخل المطبخ يكون واعي ويكون فاهم يكون حذر هو بتعامل خاصة مع الامور اللي فيها سلك كهرباء اللي فيها ضغط ما بنحملش ضغط زيادة على اسلاك الكهرباء خاصة حاجة خاصة بالخلاط لكن كده بشغل الخلاط فترة وبتسيبه فترة الشغال فترة ما تفضلكش الضغط عليه وقت طويل جدا الماكرويف هو انت بسخن حاجة اتخلي بالك من التوقيتات الزمنية ده كله لو انت كان عندك هذا الحس وانت في المطبخ خليت بالك من هذه الامور هتتفادي حراي المطبخ لكن احيانا الناس بتتعمل بشكل عشوائي جدا مع السلك مع الكهرباء بتشغل كل حاجات في وقت واحد بيحصل شرر بيطلع من السلك للأسف الامور بتبدأ امور بسيطة حريقة بسيطة لكن الامر ممكن يأتي على الشقة برمتها زي ما قلت لحضراتكم ممكن يأتي على بعض الناس السكنين في الشقة يموتوا باختناقات او احتراقا لقدر الله عشان كده لازم تتفادوا السلامة لازم تحفظوا على حياتكم وحياة الاخرين سواء من يسكنون معكم امني او من يسكنون بجواركم في شواء اخرى باتباع التعليمات بان تكون في طفاية حريقة في المطبخ عشان لقدر الله لا حصل اي حاجة تكون في فوطة مبللة عشان تقدر تتعامل مع بعض النيران البسيطة لو طلعت كل هذه الامور اذا ما اتبعناها نتفادى اي وقوع اي حراية ان شاء الله باذن الله باذن الله الصيف يمر بردا وسلاما علينا جميعا ان شاء الله باذن الله كل سنة حاضرتكم طيبين ان شاء الله باذن الله هنا في هذا البرنامج دايما هنشرح لكم كل الامور الخاصة بكم تنتظرونا وحلقات جديدة وبرنامجكم خدماتي